بدعم كريم أيضا من أهل الخير في دولة الكويت ومن الجالية الفلسطينية تم إقامة موائد الرحمن الرمضانية في الحرم القدسي الشريف نعم وتقاطر الصائمون للمشاركة في هذا الإفضار تعبيرا عن تقديرهم لمواقف أشقائهم بدولة الكويت الدعمة للقضية الفلسطينية في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من تضيق وحصار هنا المسجد الأقصى المبارك حيث ترتاح النفس وتحل الطمأنينة التي تسكن الروح وتعمر القلب ففي شهر رمضان الفضيل يمتاز المكان بأجواء وتقوص مختلفة مع توافد العائلات للصلاة في الحرم القدسي ولتناول وجبة الإفضار في جنباته حيث أقيمت اليوم مائدة إفضار لخمسمائة شخص بدعم من الجالية الفلسطينية في دولة الكويت هذا المشروع هو جزء من برنامج مشترك قرر أن يقوم به أهل القدس بالتنصيق مع الجالية الفلسطينية في دولة الكويت لتضمن عدد كبير من الفعليات خلال شهر مضان المبارك تحت شعار الوفاء للكويت من أجل إصار رسالتين الرسالة الأولى هي أن المسجد الأقصى المبارك هو ملك للعرب والمسلمين وها هي الدول العربية والإسلامية حاضرة في قلب المسجد الأقصى المبارك وفي الشهر الفضيل رغم أنف الاحتلال ورغم القرار الأمريكي لا تبع القدس عاصمة لدولة الاحتلال أما الرسالة الثانية فهي رسالة شكر وتقدير من أهل القدس ومن أبناء الشعب الفلسطيني لدولة الكويت من الضفة الغربية والقدس وداخل الخط الأخضر تقاطر الصائمون للمشاركة في هذا الإفطار تعبيرا عن تقديرهم لدولة الكويت التي ظلت سباقة لفعل الخير ودائمة العطاء للشعب الفلسطيني على مختلف الصعود الشكر موصول إلى دولة الكويت التي وقفت وتساند القضية الفلسطينية بكل ما أوتت من قوة من مال من دعم معنوي وكان آخرها رئيس البرلمان الكويتي على حديثه ووقفته القوية مع أبناء شعبنا الفلسطيني نحن كما كدسيين نفتخر بهذه الدعم ونفتخر بهذا الإفطار والعلى مواقف دولة الكويت ظلت راسخة في قلوب وعقل الفلسطينيين فالكويت الصغيرة بجغرافيتها ظلت كبيرة بعطائها عبر جسورها الممتدة من قلبها النابض إلى مدينة القدس وسائر الأراضي الفلسطينية حين وقفت إلى جانب الفلسطينيين ولم تتخلى عنهم وتبقى بصمت الكويت حاضرة في كل زمان ومكان في ظل دفاعها عن القضية الفلسطينية بفعل أيديها البيضاء وإسراجها قناديل القدس لتنير ظلمتها الحالكة من المسجد الأقصى المبارك فالح نصير فالح تلفزيون دولة الكويت القدس المحتلة